فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصن فلقدت له سبع حصيات من حص الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه وهذا يسناد صحيح على شرط مسلم من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحثها على أن تحافظ على دينها وأن لا تخرج عنه بغلو أو بتساهل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا أنه في كل مناسبة في كل مناسبة يحذر الأمة من هذه المخالفات والتشبهات لأهل الكتاب ومن ذلك هذه المسألة أنه لما أفاض من مزدلفة صبيحة يوم العيد لما أفاض من مزدلفة أمر الفضل بن العباس أن يلقط له الحصاء حصى الجمرة وهذا فيه أن الحصاء لا يتعين أن يأخذ من مزدلفة وإنما يأخذ من الطريق أو من منا فلقط له سبع حصيات قد رمي جمرة العقبة في هذا اليوم فدل على أنه لا يتعين أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة في مكان واحد لا يتعين هذا كما يظنه بعض العوام وإنما كل يوم يأخذ بيومه يأخذ حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه الذي هو فيه فلقط له الحصى وصفت هذه الحصيات السبع أمثال حصى الخذف أي ما يخذف على رؤوس الأصابع قد حدده العلماء بأنه أكبر من الحمص من حب الحمص بقليل فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات ونفخ بها ثم قال أمثال هؤلاء فرموا يعني في الحجم أمثالها في الحجم وإياكم والغلو بمعنى أن يرى أحد أن مثل هذه الحصى صغيرة وأنها لا تكفي فيختار حجارة كبيرة هذا من الغلو والتنطع في دين الله أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الغلو عموما وإن كان السبب في هذه الحصيات فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو أي الزيادة عن هذا المقدار من الحصى وفي جميع أمور العبادات فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني بذلك أهل الكتاب ولهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق فالله حذر أهل الكتاب من الغلو ومن ذلك غلو النصارى في المسيح حتى قالوا إنه الله أو ابن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض فالله جل وعلا إله واحد وليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك فهم غلوا في المسيح حتى جعلوه ابنا لله عز وجل أو قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون وهذا سببه العلو الغلو والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية يكون في العبادة ويكون في الأشخاص فالغلو بجميع أنواعه وكذلك الغلو في الأحكام بأن يجعل المباح حراما أو المكروه حراما أو ما أشبه ذلك من ما يزاد في الحكم عن حده الشرعي فهذا من الغلو فالغلو إما أن يكون في الأشخاص وإما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في الأحكام فنحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه لأنه أهلك من كان قبلنا أهلكهم سبب لهم الهلاك بسبب أنهم خرجوا به عن دين الله عز وجل إلى دين لم يشرعه الله عز وجل فأتعبوا أنفسهم في غير فائدة بل بما فيه مضرة مضرة عليهم عاجلا وآجلا فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع وهكذا مآل البدع فإنها تهلك أصحابها وهكذا مآل الغلو فإنه بجميع أنواع فإنه يهلك أصحابه كذلك الغلوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا يكون منكرا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلى فيه المعتزلة حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر ومن أصولهم الخمسة من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو مخالفة فهذا من الغلوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل شيء بمقدار وكل عبادة فإن لها موازين ولها حدود وضوابط شرعية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها ويرى أن هذا من فعل الخير وأنه من زيادة الخير فالخير كله في المشروع والأجر كله في المشروع وما خرج عن ذلك فإنه إثم وتعب على صاحبه